السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بجميع الأخوة المتواجدين معنا في محاضرة اليوم أأكد معكم الصوت والصورة واضحين ياريت تأكدوا لي ذلك الصوت والصورة يكونوا واضحين تأكدوا لي من خلال الـ Question Box أنا وسهلا بكم في محاضرة اليوم اللي راح تكون بعنوان مؤشرات الزخم معكم رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة Equity أتشرف بخدمتكم بهذه المحاضرة التي يعني هي عبارة عن واحدة من مجموعة كبيرة من محاضرات التي تم تقديمها والتي سوف يتم تقديمها إن شاء الله من خلال مجموعة Equity بهدف الـ Educational والتدريب وتعليم العملاء والمتداولين في الأسواق قبل دخولهم للأسواق طبعاً محاضرة اليوم خلينا نقول للبعض اللي متداول في السوق مر عليه البيانات اللي راح نحكي عليها والمؤشرات اللي راح نشرحها اليوم ولكن حتى المحترفين في تداولاتهم تغيب عنهم بعض النقاط فيما يتعلق بالتحليل الفني الكلاسيكي باستخدام المؤشرات التي يعني الأب الروحي لكل هذه المؤشرات طبعاً كل مؤشر له مخترع الخاص ولكن فيه عندنا مجموعة من خلينا نقول التحليل الفني الكلاسيكي قائم أساساً على استخدام هذه المؤشرات التي هي مؤشرات إحصائية إن صاح التعبير ولكن يتم استخدادها بشكل كبير في التداول في أسواق العملات والأسواق العالمية إجمالاً طبعاً ما المقصود بمؤشرات الزخم؟ لما بنقول زخم أو بنقول مومنتوم الزخم السعري ما هو المقصود به؟ حقيقة هي كل المؤشرات التي تقيس سرعة وقوة حركة إتجاه التداول إذا بتذكروا لحضر ماي محاضرة سابقة كنا استخدمنا فيها مؤشر الـ مؤشر الـ ATR لتحديد الاتجاه الآن نحن أمام مؤشرات تقيس لنا مدى قوة وسرعة الحركة السعرية في هذا الاتجاه وبالتالي أنت لما تعرف أنه في اتجاه أو لا وتعرف ما هي جهة هذا الاتجاه وتعرف هل إذا كان الاتجاه قوياً أم ضعيفاً بإمكانك تحدد سرعة أو مدى قوة إشارة التداول التي لديك وبالتالي أيضاً يمكنك تحديد مدة الصفقة إلى متى ممكن أن تستمر الصفقة قدر الإمكان يعني إذا كان الاتجاه يتحرك بشكل أو السعر يتحرك بشكل سريع وعند المؤشرات تظهر أن الاتجاه واضح يعني يوجد لدينا اتجاه واضح جهته معلومة بالتالي بإمكاني أعرف أنه أنا صفقتي لازم تكون هلأ على المدى القصير لازم أحقق منها أرباح كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة وبالتالي مهم جداً أعرف توقيت دخولي للسوق عندما يكون هناك زخم سعري ولدي اتجاه سعري بالتالي أنا بإمكاني أحدد نقطة الدخول مين هي المؤشرات اللي بتقيس الزخم السعري أو المومنتوم عديد من المؤشرات حقيقة بتقيس الزخم السعري ولكن الأشهر هي ال-RSI, CCI, Stochastic RSI واللي هو بنسميه نحن بالعربي مؤشر القوى النسبية Relative Strength Index وفي عندك مؤشر CCI وهو Commodity Channel Index وعندك Stochastic أيضاً من المؤشرات المشهورة باستخدام أو بقياس الزخم السعري إذن هي تساعد وبالتالي هون نقطة مهمة جداً يجب أن تأخذها بعين الاعتبار كل المؤشرات اللي بالزخم هي بنسميهم Oates Enhancements اللي هنا بيحسنوا الاحتمالات يعني لا تعتمد على مؤشرات الزخم وحدها وإنما يجب أن يكون لديك إشارات أخرى أو أدوات أخرى تستخدمها في عملية التداول ولكن المحسنات جودة الصفقة تأتي من استخدام مؤشرات مثل مؤشرات الزخم بالتالي أنا عم أعطيكم السيتاب الكل اللي أنت بإمكانك تستخدمه لتعرف حالك هل رح أدخل بالتداول أم لا في خلال هذه الفترة ما هي الأدوات التي ستستخدمها؟ تستخدم مثلاً ATR, Standard Deviation, Moving Average تستخدم مستويات الدعم, مستويات المقاومة وأيضاً تضيف إليها الزخم السعري لتقول هل في زخم سعري هلأ رح أدخل بالصفقة وهلأ الدخول مناسب بالصفقة رح ناخذ هذه المؤشرات ونقرأها من خلينا نقول من وجهات نظر جديدة عليك نسبياً مو بس اللي بتعرفها نبدأ مع أول مؤشر وهو مؤشر قناة السلع CCI هو أحد مؤشرات الزخم اللي ابتكره هو دونالد لامبرت ويهدف إلى تحديد زخم السوق وذلك عن طريق قياس مدى تغير السعر الحالي للسوق بالنسبة إلى متوسط سعر التداول إجمالاً اللي نحن عم نحاول نقوله هون أنه يا أخي الـ CCI تقيس مدى رينج مدى التغير السعري الرينج اللي بتتحرك فيه الأسعار وتقارنه مع الوسط أو المتوسط السعري طيب خلينا نبدأ بقراءة هذا المؤشر هذا المؤشر بيجي بندرج تحت مؤشر الأدات الاستثمارية مثلاً عم تحل الـ EURUSD دخلت الـ CCI بيأتي لك هذا المؤشر هذا المؤشر بمقياسه ما بين زائد مية وناقص مية والحد الصفري هو المستوى المنتصف إذن زائد مية وناقص مية يتكون من هذين الخطين ومؤشر هذا يتقلب ما بين زائد مية أعلى منها بعض الشيء أو ناقص مية وأدنى منها بعض الشيء طبعاً هما مستويين مهمين لحركة المؤشر اللي راح نستخدمهم مية وناقص مية واللي بيساعدوني بشكل كبير على معرفة ما يسمى بالتشبع البيعي والتشبع الشرائي شو يعني تشبع بيعي؟ يعني شبع الماركت بيع بمعنى أنه هناك تشبع بعمليات البيع تم بيع الأدات الاستثمارية بشكل كبير طيب لما بيصير عندي تشبع بيعي يعني أنه تم البيع بشكل كبير إذا البيع أساساً يسبب انخفاض السعر وإذا تشبعت الأسواق بالبيع أي أن السعر انخفض بما يكفي إلى أن يكون غير جذاب بالنسبة للبائعين أن يبيعوا عند هذه المستويات وبالتالي سيبدأ بالتقلص من عمليات البيع تتقلص تدريجياً وتظهر مكانها مناطق شراء جديدة وصفقات شراء جديدة في الوقت الذي ينقص فيه عدد البائعين سيصير السعر جذاب للشراء ويزيد عدد المشترين بالمقارنة مع عدد البائعين وهون الـ price action أو السلوك السعري يعني يظهر ويتجلى بوضوح عندما يتقلص عدد البائعين أي الأسعار انخفضت بشكل كبير ولن يبيع أحد عند هذه المستويات يزداد المشترين لأنهم يرون أنها أسعار جيدة لدخول في الأسواق وهون بينقل بالاتجاه عندي في هذه اللحظة عادة عندما يكون وصلنا إلى مرحلة التشبع البيعي ما بدي أعرف كيف أنا وصلت لمرحلة التشبع البيعي أم لا أنظر إلى CCI فإذا كان قد تجاوز المؤشر مستوى النائص 100 يعني هبط المؤشر إلى ما دون مستويات النائص 100 وكون قاع يعني هبط وارتد خليني أرجع لكم على سلايد واشرح لكم عليها هبط وعاد للارتداد كون قاع دون مستويات النائص 100 مع عودتي إلى الصعود مرة أخرى يحدث التشبع البيعي في هذه اللحظة لما اتجاوز النائص 100 بالاتجاه الصاعد إذن هذه نقطة الدخول محتملة وأن هناك موجة صاعدة سوف تكون بعد التشبع البيعي اللي ظهر عندي تشبع شراء العكس تماما إنما تكون الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير بحيث لا يوجد مشترين مهتمين بهذه المستويات عندما نقول تشبع بالشراء أي أنها تم الشراء بشكل كبير وبالتالي إذا كان الشراء يدفع الأسعار للارتفاع ونعمل لك أنه تشبعت الأسواق شراءا عندما تتراجع صفقات الشراء مقابل صفقات البيع يعني عدد صفقات البيع أكبر من عدد صفقات الشراء من لاحظ أنه عندي ما يسمى بالتشبع الشرائي ويحدث ذلك من خلال نظرتنا إلى مؤشر CCI عندما يصل إلى ما فوق مستويات 100 ومن ثم يعود للتراجع أول ما يعني يبدأ بالانخفاض دون مستويات المية نحن بدأنا باتجاه هابط هذا هو المقياس هذا مؤشر الزخم CCI طيب خلينا نرى بالتطبيقات العملية لاحظ بدي أقول لك معلومة مهمة جدا وهون كثير من الناس ما بينظروا لإلها إذا كان الاتجاه العام اتجاه صاعد وهنا أنا عم هابط مثلا وهنا أنا عم أكد لك أنه هدول المؤشرات enhancements لحالهم محسنات يعني شيء إضافي بيستخدموا مع الأشياء الأساسية كيف عرفت أن السوق هابط من السلوك السعري السعر يرسم قمم متتالية بالانخفاض لاحظ قمة القمة التي تليها أدنى منها القمة التي تليها أدنى منها وهكذا فإذن الخط العام خط هابط إذن الاتجاه العام اتجاه هابط ونظرنا إلى مؤشر التشبعات الشرائية والتشبعات البيعية مين اللي هو السي سي آي بقراءته العادية اللي هي أو الديفولت اللي هي بنسميه أربطعش يقوم بتطبيق القراءة السي سي آي على أربطعش رشام على وراء نرى أن التشبعات الشرائية هي نقاط الدخول المحتملة عندما يكون الاتجاه هابط ما إلي علاقة بالتشبعات البيعية ما بركز على التشبعات البيعية إنما أهمل التشبعات البيعية بصير تركيزي وين؟ على التشبع الشرائي تشبع شرائي في اتجاه هابط هو فرصة للبيع مجددا الاتجاه العام اتجاه هابط كل ما ارتفعت الأسعار وتشبعت بالشراء فرصة لأبيع مجددا لاحظ بدأ الاتجاه الهابط أنا رح أرسم هون معاكم بس لحتى نحدد مع بعض بدأ الاتجاه الهابط وصلنا إلى هذه النقطة لاحظ السي سي آي متشبع فوق مستويات الزائد مية عادل الهبوط عند هذه النقطة تحديدا عادل الهبوط إذن بعد هذه الشمعتين اللي شفناهم هون فرصة جيدة لشو للبيع من القمة هاي نبدأ ب اللي هي هذا هو الستابلوس تبعي وأستهدف البيع بالاتجاه الهابط ليش؟ لأن الاتجاه العام شو هو اتجاه هابط وبالتالي أفضل صفقات البيع على صفقات الشراء بالتالي أبيع من هذه المستويات بالاتجاه الهابط مرة أخرى تشبع شرائي وصلنا إلى هذه المستويات عدنا مجددا كسرنا دون مستويات الزائد مية فرصة للبيع مجددا بالاتجاه الهابط هذا هو الستابلوس تبعي بيكون بهذه المستويات وأواصل كل قم ارتفاع هو فرصة جديدة للبيع مجددا لكن يهمني أن أقرأ هل CCI متشبع أيضا أم لا ونعود ونذكر أن هذه تسمى بمحسنات ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها فقط مرة أخرى بالاتجاه الصاعد بالاتجاه الصاعد ما عد يهمني التشبعات شو الشرائية صار يهمني التشبعات البيعية كل تشبع بيعي هو فرصة لشو للشراء مجددا لاحظ أنه الاتجاه العام شو اتجاه صاعد قمم متتالية بالارتفاع وأيضا قيعان متتالية بالارتفاع فالاتجاه عندي أنا اتجاه صاعد رسمت خط الاتجاه الصاعد عندي هون وبدأت أتتبع مؤشر CCI كل ما بيرسم لي المؤشر CCI تشبع بعمليات البيع تشبع بعمليات البيع لاحظ عند هذه النقطة تحديدا أقوم بماذا بالشراء ليش لأن الاتجاه العام شو هو اتجاه صاعد كل ما بيرسم عندي تشبع بيعي مرة أخرى أقوم بماذا بالشراء مجددا تشبع بيعي مرة أخرى أقوم بالشراء مجددا متابعا الاتجاه العام الصاعد هذه هي وظيفة مؤشرات الزخم وعلى رأسها ال CCI ننتقل إلى مؤشر الاستوكاستيك مؤشر زخم ابتكره جورج لين فكرة عمل هذا المؤشر تقوم على مقارنة سعر الإغلاق هنيك شو كان عندي المدى المدى الذي تتحرك الرينج الذي تتحرك فيه الأسعار هون سعر الإغلاق الأخير بأعلى وأقل سعر لعدد محدد من الفترات الزمنية إذن نجي وين سعر الإغلاق الأخير هذا هو سعر الإغلاق وقارن هذا السعر الذي تم الإغلاق عنده مع أعلى الأسعار أو أدنى الأسعار التي كانت في الاتجاه السابق إذا كان سعر الإغلاق هو عالي نسبيا فأقارنه مع أعلى الأسعار السابقة إذا كان سعر الإغلاق منخفض فأقارنه مع الأسعار السابقة الأدنى الأسعار السابقة وهكذا لعدد محدد من الشمعات هاي الفكرة العامة تبعيد هذا المؤشر طبعا المؤشر أنت بتفوت insert stochastic وتظهر لديك خطين الخط الأول اسمه k والخط الثاني اسمه d المؤشر قراءته ما بين 100 وال zero ما بين مستويات المية والصفر ما رح تكون أعلى من مية ولا رح تكون أدنى من صفر فأدنى المستويات هي صفر نستخدم خطين إضافيات اللي هم 80 و 20 80 20 إذا وصل السعر إلى ما فوق مستويات 80 بنقول هناك تشبع بعمليات مين معي هون مركزين الشباب معي فيكم تردولي إذا وصل السعر إلى ما فوق مستويات 80 تشبع بعمليات شراء تماما وإذا وصل إلى ما دون مستويات 20 هو تشبع بعمليات شو البيع طيب هذا اللي نحن بنعرفه بايزيكس الأساسيات 20 80 هي المستويات أقل من 20 تشبع بعمليات البيع أعلى من 80 تشبع بعمليات الشراء أي خط خط الكي كثير من الناس بيضيعوا هل الكي أم دي خط الكي هو اللي بيهم طيب التشبع البيعي عندما يخبط كي أدنى من مستوى 20 يكون قاعا فيعتبر في وضع تشبع بيع وتفاعل الإشارة لاحظ تفاعل الإشارة عند عودة السعر إذا ظل السعر تحت العشرين لسه ما تفاعلت الإشارة لساتني بمنطقة التشبع متى تتفاعل عندما يعود فوق مستويات العشرين هناك عودة بالاتجاه هناك عودة بالاتجاه من اتجاه هابط سبب تشبع بعمليات البيع إلى اتجاه صاعد تغلب فيه صفقات الشراء على صفقات البيع أيضا نقطة مهمة بتضيع على على كثير من الناس بالاتجاه الصاعد بالاتجاه الهابط مثلا هذا اتجاه هابط ما بهمني التشبعات الشرائية مين بهمني عفوا ما بهمني التشبعات البيعية مين بهمني التشبعات الشرائية لأنه أساسا الاتجاه هابط كل تشبع أو عودة أو اقتراب من مستويات الثمانين هو فرصة لماذا للبيع مجددا بالاتجاه الهابط مرة ثانية خليني شوف أنا كيف أن الاتجاه انعكس لاحظ هون نزلت وطلعت فوق مستويات العشرين إذن مع هذه النقطة تحديدا هي نقطة الخروج هون لو انت مشتري غلط هون لو مشتري غلط هون لما اشتريت مع نقطة الخروج من فوق مستويات العشرين هذا صح استهدف ارتفاعات أي تشبع مرة أخرى لاحظ تشبع استهدف شو بيع تشبع مرة أخرى عند هذه المستويات هون استهدف ماذا مع هذا الخروج هون شراء بالاتجاه الصاعد مرة أخرى تشبع استهدف بيع وهكذا إذن يتم تجاهل التشبع بالشراء بالاتجاه الصاعد لأنه أساسا الشراء أكتر بالاتجاه الصاعد فماذا يهمني يهمني الكاونتر أتاك لهي الموجات الفرعية الصغيرة التي توجابه الاتجاه العام الصاعد هاي موجة صغيرة ما رح تتحمل كثير فأنا أنظر إلى أن يكون عندي ارتداد وعودة بالاتجاه العام الرئيسي اللي هو اتجاه هابط أنتقل إلى ثالث مؤشر راح أستخدم اليوم هو مؤشر ال-RSI ومرة أخرى ويلس ويلدر سنة 78 يساعدنا بمؤشر قوي وهو مؤشر ال-RSI أو ما يسمى بمؤشر القوة النسبية أو Relative Strength Index يقوم بمقارنة الصعود والهبوط الأخير خلال فترة زمنية معينة ليقيس سرعة ومدى تغير تحركات الأسعار لاحظ يختلف ال-Concept واحد مدى الثاني سعر الإغلاق مع أعلى الأسعار السابقة أو أدنى الأسعار السابقة الثالث بقيس أكبر هبوط وأكبر صعود خلال فترة زمنية معينة ومن ثم يقيس سرعة ومدى تغير تحركات الأسعار إلو معادلة ما بيهمني المعادلة حقيقة خلينا نركز على أنه ال-RSI يتقلب ما بين مستويات الصفر والمية مثله مثل Stochastic ولكن الأساسيات حيث حيث أن الدعوم والمقاومات في حركة الأسعار غالبا ما تتزامن مع مستويات الدعوم والمقاومات إذن الفكرة أنه أنا بيستخدم معي support resistance plus moving average plus ممكن استخدم مؤشرات الزخم اللي هي RSI CCI و Stochastic خلونا نطبق مع بعض أمر جديد فيما يتعلق بالنسبة للي خبرتهم مبتدأ أو متبسط جديد الموضوع مو بس RSI ولا طلع فوق 30 وطلع فوق 70 ونزل تحت 30 تشبع السوء دخلنا بالأسواق لا خلونا ندخل على divergence وهي الانفراجات أو الاختلافات فندخل بالclassic divergence أولا هذا مخطط سعر العملة أو الأداة الاستثمارية أو الproduct خليني نقول وهون مخطط سعر RSI أو أي مؤشر من مؤشرات الزخم اللي حكينا فيهم عندما يكون العملة ترسم قاع ومن ثم قاع أدنى من الذي سبقه قاعين متتاليين بالانخفاض بينما RSI يرسم قاع وقاع أعلى من الذي سبقه هذا شو بيأكد لي لما يكون عندي أنا ما يسمى بانفراج إيجابي فهو أمر إيجابي للمنتج وهو انعكاس بالاتجاه أي أنه التشبع اللي كان موجود بعمليات البيع بتأ يتقلص تدريجيا خلينا نترجمها بطريقة أبسط هذا مؤشر شو اسمه مؤشر عندما الزخم يبدأ بالضعف تدريجيا ما حد يقدر يرسم هبوط حاد وقاع عميق إنما أصبح القاع أقل عمقا فإن الزخم بهذا الاتجاه بدأ شو يهبط تدريجيا وهذا إيجابي لمن للسعر إذن نتوقع أن السعر سيبدأ بالارتفاع أيضا الانفراج سلبي كيف يعني قمة التشبع اللي شايفينها هون RSI وقمة التشبع اللي شايفينها هون إذا كانت العملة ترسم قمم متتالية بالارتفاع ولكن RSI يرسم قمم متتالية بالانخفاض فهذا سلبي على العملة إذن الاتجاه العام شو رح يكون اتجاه هابط لما شفنا قمة وأعلم من قمة عادة price action شو بيقلك قمم متتالية بالارتفاع معناتها أنا في عندي اتجاه صاعد ولكن انتبه قمم متتالية بالارتفاع على السعر ولكن RSI اللي هو الزخم أصبحت متتالية بالانخفاض هذا يعني الاتجاه بدأ يضعف تدريجيا هذا الاتجاه الصاعد وسيبدأ بماذا بالانعكاس فهذا بنسميه انفراج سلبي نعم يا وحيد يسمى تغيير بالاتجاه أو إشارة لتغيير بالاتجاه لما يكون عندي الانفراج بهذا الشكل مرة أخرى انفراج إيجابي لاحظ أن الأسعار قيعان على نفس المستوى double bottom مين بيأكد لي أن هناك انعكاس لما ما يكون عندي double bottom على المؤشر إنما عندي قاع وقاع أعلى منه إذن الاتجاه شو رح يصير اتجاه صاعد يعني اللي كان يضيع بنقطة معينة يقول هل السعر سيواصل للانخفاض أكثر أم لا أم أنه والله هل فعلا هذا double bottom طيب كيف نتأكد أنه double bottom غير أنه والله على مستوى واحد كيف بدي أكد أن هناك ارتداد بالاتجاه مين بيأكد لي بيأكد لي ال RSI لاحظ عندي قاع وقاع أعلى قمة وقمة شو أدنى حتى لو كان عندي هون double top وعم بتقلي أنه ممكن ينعكس السعر مين بيأكد لي هذا الأمر المؤشر اللي رسم قمم متتالية بالانخفاض وهذا يسمى بالانفراجات لاحظ الأمثلة تأكد لك أكثر هذا الأمر لاحظ القمم متتالية بالارتفاع ولا حدا بيفكر هون ولا حدا بيفكر هون أنه هذا اتجاه حابط أو رح ينعكس بالاتجاه أو الاتجاه الصاعد هذا اللي كانت حاملة الأسعار عليه بدأ يضعف تدريجيا ما حدا بيفكر بهذا الشيء عند هذه النقطة تحديدا لاحظ أنه أنا عندي قمة وقمة أدنى بدأ يهبط تدريجيا عندي شو الار اس آي كسري لهذا الهبط بالاتجاه الهبط هون لهذا الليفل مستوى الدعم فرصة للبيع مجددا ليش لأنه أكد لهذا الأمر مؤشر الزخم هون مرة أخرى لاحظ قاع وقاع أعلى منه على شو على الار اس آي ولكن أنا عندي هون قاع وقاع آخر هون القاع اللي أنا موجود عندي تقريبا على نفس المستوى أنا شايفه هون على نفس المستوى هذا قاع وهذا قاع تاني لكن القمم القيعان عندي على الار اس آي متتالية بالارتفاع فهي إشارة إلى أنه شو اتجاه صاعد الاتجاه سيكون هون عندي شو اتجاه صاعد لأنه القيعان بدأت تتالى بالارتفاع بالنسبة للاتجاه وبالتالي تغير الاتجاه كليا نعم يعطي انطباع لتغير الاتجاه يا أسامة هذا اللي بيأكد لي لما بيبدأ السعر يظهر أنه بيع كثير وهون عندي بيع أقل تدريجيا إذن بدأ الاتجاه الصاعد يغلب على السوق ما عند عندي البيع كثير إنما عندي شو الشراء وبالتالي ار اس آي بدأ بالارتفاع بشكل أكبر قيعان متتالية بالارتفاع فهذا بنسميه أيضا داي بيرجنس الأول المثال الأول هون انفراج سلبي وهون هذا انفراج إيجابي مثال آخر أيضا لاحظ عندي قمة وقمة أدنى بينما قمة هون وقمة أعلى طيب قمة متتالية بالارتفاع على السعر ولكن عندي قمة متتالية بالانخفاض على الار اس آي بعد هذه القمة تحديدا وهذا الارتداد اللي شفناه هون إذا بدي أرسم خط هيك لاحظ أنه حتى شكل الشمعة هو يعطي إمكانية الانعكاس بالاتجاه الهابط لو أنه الماركت ما لو موجود أنه ما بعرف شو رح يصير بالسوق بعدين إنما أنا بهمني بس من هاي الجهة وهيك من هاي النقطة أنا باخد إشارة شو إشارة شو رح أاخدها سل بيع من هاي النقطة بناء على الانفراج السلبي اللي شايفينه نحن هون ما بين الدايفرجنس ما بين السعر وما بين المؤشر عمل هيك السعر بينما المؤشر عامل هيك فهذا إشارة لشو للبيع مرة أخرى قيعان على مستوى واحد مين بيأكد لي إنه هذا دبل بوتم لاحظ باللحظة اللي هي دبل بوتم هون بالسعر الار اس آي عم يعطيني قيعان متتالية بالارتفاع الدايفرجنس عندي هون دايفرجنس إيجابي وينعكز إيجابا على الاتجاه الصاعد اللي بدي بيجي بيقول مثلا هذا دبل بوتم بأخذ المسافة من القمة ما بين القاعين هذه المسافة أخذها ونفس هذه المسافة مع الاختراق بيكون الاستهداف بالاتجاه الصاعد هذا التارغت تبعي الانفراج الإيجابي المستتر انفراج إيجابي مستتر عكس للعملية مو تغيير بالاتجاه هون إنما التأكيد على الاتجاه إذا كانت الانفراجات الأولى اللي درسناها هي انفراجات تشير إلى انعكاس بالاتجاه هون الانفراجات تشير إلى استمرار بالاتجاه كيف ذلك قاع وقاع أعلى منه ولكن عندي قاع على الرس وقاع أدنى منه إذن الاتجاه العام شو اتجاه صاعد إذا كان السعر عم يعمل لي قمة وقمة أعلى عفوا قمة أدنى القمة الأولى هي موجودة هون القمة التي تليها أدنى منها من السابقة إذن بينما الرس عنده قمة والقمة التي تليها أعلى منها هذا انفراج شو سلبي وبالتالي الاتجاه العام شو رح يكون اتجاه هابط هناك تشبع كبير بعمليات الشراء وبالتالي من المتوقع أن يكون هبوط أكبر في الفترة القادمة واضح شباب معي أنتم أمثلة أخرى تأكيدية نأتي من على جهة اليسار الانفراج السلبي المستتر لاحظ عندي قمة وقمة ليها تمام بالاتجاه الهابط عادة أنا عندي شو اتجاه هابط من بيأكد لي أن هناك هبوط أكثر قادم لاحظ أنه عندي شو القمة على الار اس آي عند هذه القمة هون أعلى من القمة اللي كانت موافقة للسعر هذا بالتالي أنا اتجاهي هابط وهناك مزيد من الهبوط الأم granny القمة متتالية بالارتفاع القمة متتالية بالانخفاض القمة متتالية بالارتفاع على المؤشر بينما القمة متتالية بالانخفاض على السعر إذن الاتجاه العام شو هو اتجاه هابط العكس بالنسبة للانفراج الإيجابي المستطر قيعان متتالية بالارتفاع بينما عندي قيعان الار اس اي إما على مستوى واحد أو قد تكون متتالية بالانخفاض اتنين بيعطوني نفس الإشارة أن الاتجاه العام شو اتجاه صاعد هذا الإيجابي المستطر وهذا السلب المستطر تأكيد على الاتجاه لاحظ الهبوط قمة قمة أدنى لاحظ عندي قمة قمة أعلى على المؤشر إذن اتجاه صاعد قمم على نفس المستوى بالنسبة للسعر عفوا قيعان على نفس المستوى بالنسبة للسعر هون بينما الار اس اي عما يعطيني قيعان متتالية بالانخفاض إذن الاتجاه العام شو هو اتجاه صاعد إذا كان الار اس اي عما يعطيني قمة متتالية بالانخفاض عفوا قيعان متتالية بالانخفاض كل القاع أدنى من القاع الذي سبقه بينما القيعان على السعر عندي على نفس المستوى الاتجاه العام شو رح يكون اتجاه صاعد الاتجاه القادم خلوني أعطيكم استراتيجية هون تجمع ما سبق والستراتيجية يمكن أن تستخدمها وتطبقها مباشرة وتستفيد منها بالتداولات رح أعطيكم الاستراتيجية كالتالي أولا رح نستخدم أولا جميع أنواع العملات والمعادن كل الأدوات الاستثمارية الموجودة على منصة التداول بإمكانك تطبق عليها هذه الاستراتيجية ثانيا التايم فريم اللي بدك تستخدمه أربع ساعات المؤشرات اللي بتستخدمها أولا عندك الار اس اي انديكيتر Exponential Moving Average 5 حطوا لون أزرق مثلا Exponential Moving Average المتوسط الأسي باللون الأحمر 10 وستوكاستيك بالإعدادات 11 3 كيف نأخذ إشارات الشراء وكيف نأخذ إشارات البيع الشراء أولا أن يكون الار اس اي فو الخمسين ويتقاطع متوسط متحرك 5 فوق متوسط متحرك 10 إذن الاتجاه العام شو رح يكون اتجاه صاعد ويأتي إشارة شراء على مؤشرة استوكاستيك أي هو فوق مستويات العشرين أو فوق مستويات الخمسين بالاتجاه الصاعد أو لا يزال فوق مستويات الثمانين ويعطي تشبع لكن لم ينحضر بعد دون مستويات الثمانين كلها إشارات لاتجاه صاعد خلينا نطبق مع بعض على منصة التداول فرجيكم إياها سويا دخلت متوسط متحرك رقم خمسة أو بإعدادات خمسة باللون الأزرق اللون الأحمر هو متوسط متحرك 10 moving average exponential طبعا باللون الأحمر وعندي الRSI باللون الأزرق هون واستوكاستيك أخضر وأحمر عم نشوفه أمامنا اللي باللون الأحمر واللي باللون الأخضر تنعطينا دول قراءات مؤشر استوكاستيك نبدأ أولا RSI فوق مستويات خمسين نعم فوق مستويات خمسين ثانيا يتقاطع متوسط متحرك خمسة فوق متوسط متحرك عشرة بالاتجاه الصاعد ثالثا استوكاستيك إما فوق مستويات الخمسين أو فوق مستويات الثمانين ولا يزال بالاتجاه الصاعد ما كسر تحت الثمانين ما نزل هبط دون الثمانين إذن هاي النقطة عند هذا الخط اللي أنا رسمه فرصة للشراء متى نغلق الصفقة عند أول هبوط وإغلاق لشمعة أربع ساعات دون مستويات متوسط عشرة أول هبوط دون مستويات متوسط عشرة نغلق صفقة الشراء مرة أخرى بيع عندما يكون تقاطع متوسط خمسة كان فوق العشرة صار تحت العشرة هذا واحد متوسط خمسين متوسط RSI نزل تحت الخمسين هذا الشرط الثاني الشرط الثالث الستوكاستيك يعطي أيضا إشارة بيع هو فعلا بالاتجاه الهابط ويعطي إشارة بيع إذن نبيع ونغلق صفقتنا أول ما يصير عندي اختراق فوق مستويات شمعة تغلق فوق مستويات شو الموفينج أفريج تين بالاتجاه الصعاد مرة أخرى هون لاحظ تقاطع الأزرق اللي هو خمسة صار فوق الأحمر العشرة واحد اتنين RSI فوق مستويات خمسين ثلاثة استوكاستيك فوق مستويات الخمسين يتجه إلى مزيد من الارتفاعات ثلاثة شروط اتحققت مع بعض نقطة دخول ممتازة لصفقة شراء حطينا stop loss lowest low السابق وبدأنا بالاتجاه الصعاد أول إغلاق دون مستويات متوسط عشرة هي فرصة لإغلاق وتيك بروفيت وجاني أرباح وخروج من السوق إذن صفقة امتدت من هذه الشمعة من هذه نقطة الدخول وصولا إلى هذه المستويات فبالتالي على برودكت مثل اليورو USD نحن جانينا حوالي 191 نقطة من هذه الصفقة 191 نقطة من هذه الصفقة اللي نحن شايفينها هون المثال اللي شفناه بالأول أخذنا من هذه النقطة تحديدا ودخلنا بصفقة شراء أغلقنا عند هذه النقطة تحديدا 143 نقطة بالاتجاه الصاعد هون ما أخذت في هذه النقطة تحديدا ما أخذت علما أنه بتقلي كسرت دون الموفينج أفرج تن نزل الرس آي هل نزل تحت الخمسين لا لم ينزل تحت الخمسين إذن ما بأخذ الصفقة ثلاث شروط لازم تتحقق تقاطع ما بين المتوسطات بالاتجاه الصاعد السريع اللي هو خمسة يصبح فوق البطيء اللي هو عشرة واحد الرس آي فوق مستويات خمسين اثنين ستوكاستيك إما فوق مستويات خمسين أو فوق مستويات الثمانين ولا يزال بالاتجاه الصاعد لم يكسر دون الثمانين بعد ثلاث شروط اتحققت أدخل صفقة شراء هذه أمثلة إضافية هون لاحظ رس آي فوق مستويات خمسين هاي صح السكاستيك أيضا يعطي التوجه للشراء أيضا هذا صح وبينما عندي الموفينج أفرج تقاطع في هذه النقطة تحديدا أأخذ صفقة الشراء بظل مستمر بصفقة الشراء إلى أن تغلق أول شمعة دون مستويات موفينج أفرج عشرة اللي شايفينه هون سكرت دون هذا المستوى الموفينج أفرج أغلق الصفقة من هذه النقطة حتى هذه النقطة جانينا أرباح لا يقل يعني إذا كانت نقطة الدخول هي عند التسعة وعشرين خمسة واربعين تقريبا نحن جانينا أرباح عند مستويات الوحد وثلاثين تقريبا خمسين بالاتجاه الصاعد فيعني تعتبر قوالي مئتين نقطة بالاتجاه الصاعد يجب أن يكون فوق الخمسين ال-RSI إذا بتكتاخذ صفقة شراء RSI حكماً يجب أن يكون فوق الخمسين صفقة بيع يجب أن يكون دون الخمسين مش فوق العشرين مش فوق التلاتين لازم يكون فوق الخمسين بالاتجاه الصاعد RSI عندها أدخل بصفقة الشراء أنه RSI لم يكن فوق الخمسين استنينا أول ما صار تحت الخمسين هبط نتأكد ستوكاستك عندي كمان تحت الخمسين بالاتجاه هبط يتراجع هذه نقطة جيدة للبيع من هذه المستويات وحتى تتمكن الأسواق من الإغلاق بشكل واضح وين فوق مستويات متوسط عشرة عندها أقوم بإغلاق الصفقة وجني الأرباح هذه هي محاضرتنا لليوم أتمنى أن يكون قدمنا لكم شرح وفي طبعا المحاضرة مسجلة سيتم رفعها إن شاء الله على اليوتيوب قريبا بإمكانكم مراجعتها ويعني الاستفادة بشكل أكبر والآن يمكنكم طرح الأسئلة والاستفسارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر